السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير عليكم البنات ان شاء الله يومكم جميل يكون حلو كما هذه الكيكة الحلوة السهلة السريعة البسيطة جدا بمكوينة بسيطة تحضير بسيط ندرنا كيكة الفواكه اللي هنا اراني خليتها لكم كيما طيبة كما خرجتها تشوفوا في هذا كيف خسرت لي من الفوق من البابي تطبق عليها يعني خليتها بالعاني باش ننحيها ونوري لكم باللي حاجة كيتشوفوها بالليبان تلكم باللي خسرت ولا فزت ما تخافوش يعني نقدرو نصلحوها نقدرو ندرقوها هذوك للعيوب الصغيرة كيما تعرفوا الجينواز كامل انا اللي هنا تجربت جينواز سبع حبات تعبيض يعني كل حبة تعبيض تحب مغرفة تع سكر تحب مغرفة تع فارينا وكامل نقيسو كيف كيف ونطلعوها هذي الجينواز تاين اللي هنا ادرت مغرفة تع كاكاو يعني في مغرفة السبعة تع فارينا ادرت مغرفة تع كاكاو ودرك اللي هنا كما راكم تشوفو راح نديرو الكريمة الكريمة اللي نديروها بين الطباقات سهلة بسيطة جدا نديرو ثلاث مغرفة سكر وعندي حبة تعبيض وعندي ثلاث مغرفة تع مايزينا واربعمائة مليلي لترتع الماء نديرو شوي انتح حليب عفوان ندير شوي حليب مع هذك المكونات الجافة نخلطوهم والحليب الباقي نحطوه فوق النار يسخن كي يسخن المليح وهذو يتخلطو ونخلط كامل مع بعضها يعني اللوح هذه المكونات على هذك الحليب ونردهم فوق النار ونخليهم حتى نيعقدو كي يعقدو نضيف لهم هذك الزبدة اللي راكم تشوفو فيها لهنا المكونات لازم نحلهم مليح قبل ما نحطوه مع النار مش ميديرو لناش هذو كل حوبيبات هذي الكريمة تعناب بعد ما احتناها عن نار وعقدت زيدو لها شوية زبدة ونحركم مليح كي بذوب هذك الزبدة نفرغوها في ايناء من المستحسن يكون زجاجي ونغطيوها ببلاستيك يعني البلاستيك يلمس السطح حتى هذ الكريمة باش ما نديرناش هذي كلها طبقة نشفة ونحطوها تبرد على الاقل يعني الاقل حاجة ساعتين كي تبرد هي مليح يعني ترجع متماسكة نعود ونكسروها نطلعوها بالباطر ولا بالبيتخان ولا بالفوي حتى نترجع لنا كريمة كي ما راكم تشوفو فيها اللي هنراني غطيتها وننحاول اللامس السطح نتحبها بساشي بعد بلاستيك هذا ونحطها تبرد كي هي تبرد انا وش ندين نطلعو الكرام شانطيين تاعنا الكرام شانطيه تحب نديرو ديما الماقل من شانطيه باش نتحصل على شانطيه شوية ثقيلة يعني نقدرو نخدمو بيها لطاقت من البرا هذا هو القيسته شانطيه تاعت كاس غير زوج الصبع مع كاس شوي بون بيته شانطيه كاس غير زوج الصبع كنشوفو فيه تعمى جامد واللي هنه شانطيه باردين بين زوج انا طلعتهم في في البيتخان وروحت عند هذي الكريمة التاعي بعد ساعتين هبطتها بحلتها وردتها ببومادة بالفوي بالفوي باطر عفون اللي هنه بعد ما طلعت الكرام شانطيه انهزلت مغارفة ونضيفهم لهذه الكريمة هذيك ونخلط المهم حتى نتحصل على الكريمة موسلي يعني كريمة خفيفة باش نديرها بين الطبقات اللي هنه ما وريت لكم كيف ادرت السيرو السيرو نتاعي لنا نسقي به نزوج كيسان معه مع كاس تاع السكر الكامل تحطوه في كاسرولة نحطوه على النار وما يغليه بعد ان نحسب لهم عشر دقيق بعد الغلايان ونطفي خليها تبرد ونبدأ نسقي الجنواز كيما راكم تشوفوا مننا كان الكوكاو يفيلي غليتو يعني حمصته اللي بغى يدير الكوكاو ولي بغى يدير اللوز ولي بغى يدير الحلوة ذيك الرقيقة كيما تحبوا المهم هذا الكيكا تاع الفواكه من المستحسن بين الطبقات بعد نحط الفواكه ولي بغى يدير الكريمة بعد ما سقيت الطبقة بدأت بالطبقة الاولى سقيتها وحطيت عليها الكريمة نحط الطبقة الثانية نسقيها ونضي الكريمة يعني من المستحسن الكريمة نديرها في مباشر ونخدموا باش تجيكم بعد كل شيء قد بعضها يعني كل الطبقات يعني كل الاماكن قد بعضها انا اللي بغى يدرتها بالمغرفة الثانية بها هذا سباتيولا ولا الكوباك يعني درتها بهذا الادات هذي اللي تركت تشوفوها وحطيت يعني الثالثة ما درت لها شدرت ديغاكت الكرام شونتي وخدمت بها لهنا باش نماليسيهاش بزاف يعني ما نحاولش اني نخدمها بيرفكت الاخر لاني نحننغطيها بالكوكو انا اللي هنا وش درت حبيباتي الوصفة اللي درتها لكم هي وصفة كيكا خفيفة من الجينواز ولا من الكريمة انا اللي هنا نعتر لكم هذا الكيكا مع انا فيها لديفو يعني بغيت نشجع الاخوات والامهات نقول لكم ديروا لولادكم حاولوا انتم تديروا لولادكم تفرحوهم ما تقوليش ما نقدرش ولا غالي علي ما نشريش ولا المهم كان اللي ما تحبش تشري لانها ما تشتيش ماكلت العباد وكان اللي ما تحبش تشري لانها ما عندهاش ظروفة ما تسمعش اروحي اختين تعلمي كيما نتعلموه كامل وجربي كيما نجربوه كامل المهم تديلي حاجات تشبعي منها انتي ووليداتك وتعجبك انتي ووليداتك وتفرحي بها انتي ووليداتك كيما راكم تشوفو في يمني محترفة اخواتي ولكن يا رب تبيت تحب تسعد اطفالها باي طريقة كانت مهم ولادي حبوها شفتها في يعني تدور بزا في اليوتيوب في الفيسبوك قلت لي ما لا حتى ننجربها الوليداتي يعني اللي داروها ما مش خير منا كيما رانا ديما نهضرو ونقولوا نتعلمو اي حاجة بسيطة كانت ولا مش بسيطة احنا نتعلموها اخترت صيب واخترت خيب حتى نجيبوها لهذا اخواتي انا تقسمت معكم هذا الوصفة باش نحفزكم فقط لغير نقول لكم يعني بلي احنا كامهات نقدروا نديروا لولادنا بشي بسيط نخرجوا لهم حاجة تعجبهم ويفرحوا بيها وكذلك خصوص يعني اولادنا يدير الام حاجة ديما عندهم هذه الحاجة مقدسة والبنة اخواتي ما نقول لكم يعني جربوها ان شاء الله يقولي الخبر يعني البنة لا تقاوم يعني اولادي بعد كي احطيتها قالوا لي ماما والله يعني يكن شرينها ما جيشك ابنينك كي مارك اللي درتي هنا هذه هي كيكة اليوم حبيباتي سهلة بسيطة سريعة وغير مكلفة وتفرح بيها وليداتك وتفرح بيها ناس دارك وتفرح بيها الحباب اللي يجيو كذا جاوك وهذا هي السلام هم هم